إلاوة على معاناة السكن في هذه البنايات المتهالكة وصعوبة العيش فيها يأتي التقصير الحكومي والخدمي ليزيد على الساكنين صعوبة العيش مجمع سبع كيلو غرب الرمادي أوائله مهددون بما قد تنتجه هذه المياه الآسنة من أمراض المناشطة هي مصلحة عامة ولشة ما أخص بها شخص معين أقول السيد الفلاني أو المسؤول الفلاني هاي أريد عونتهم يتفازعون عليها هم كلهم من يومهم هل جين نحتاجه؟ عندنا الصرف الصحي هذا الصرف الصحي قائز ما مخصصينه نقول للمشاقر يقول لك الدولة ما حاطت لحصة الصرف الصحي ما بيكهربى قصبا أنه راح يطوف وين ستصل المجاري؟ تصل إلى بعد مترة ونصف عن الشغل هاي الناسية العالية لح تختلف شغلتها أكو مناطقات ناسية منطقة ناسية الناسية يتعذى بيها وبيها مرضة بيها امراض مزمنة كل شي بيها معاناة النازحين الساكنين في مجمع السبع كيلو لم تقتصر على سوء الخدمات وطفح المياه الآسنة فحسب إذ شك الساكنون من قلة المساعدات حتى مع تفاقم الأزمة الإنسانية مجمع السبع المهجور احنا بيوتنا راحات ضربهم الطيار واضطرنا نجينا قعد لا موالا شي لا تعويضات لا شي لا مساعدات جاء تجينا وهذا المجمع هشوفت عينك هذا كل نقص أعمار إراد الأعمار إراد التتيب وطالب الأهالي في الأنبار السلطات المحلية بإلاء هذه المناطق التي تشكوا واقعا خدميا سيئا جدا الاهتمام الكامل بدلا من صرف أموال المحافظة على مشاريع ثانوية من أجل الاستعراضات الإعلامية والانتخابية لقناة الفلوجة إدريس يحيئة